موسيقى عشرات الشهداء والجرح في قصفا صهيونيا جديد على قطاع غزة موسيقى كتائب القسام تنشر مشاهد لكمين نصبته لقوة اسرائيلية بحي الشيخ ردوان في غزة موسيقى محكمة العضل الدولية تبدأ النظر في دعوة جنوب افريقيا ضد الاحتلال الاسرائيلي موسيقى اهلا بكم والبداية من فلسطين حيث جددت قوات الكيان الصهيوني غاراتها الجوية والقصف المدفعي على ارجاء متفرقة من القطاع مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع موكعة مئات الشهداء والجرحة وبحسب مراسلنا فقد وصل سبعة شهداء وخمسة وعشرون اصابة بينهم اطفال الى مستشفى ناصر الطبي جراء قصف اسرائيلي لمنزل لعائلة ابو ناموس بمخيم خان يونس كما ارتقى خمسة شهداء واصيب اخرون جراء قصف صهيونيا سادف ارضا تؤوي نازحين في منطقة عربية شمالية رفح بالتزام قصفت مدفعية الاحتلال ايضا مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة هذا وقد اعلنت جامعية الهلال الاحمر الفلسطيني استشاد ستة اشخاص بقصف اسرائيلي لمركبة اسعاف تابعة لها وسط قطاع غزة بينهم اربعة من افرادها الجمعية في بين لها افادت ان من بين الشهداء في استهداف الاحتلال مركبة اسعاف الهلال الاحمر واربعة من طواقم الجمعية دوره استنكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس سنكر الحادثة وشدد على ضرورة وقف العنف والهجمات على المنشآت الصحية والمدني قالت حكومة غزة ان الاحتلال الاسرائيلي استخدم سياسات الابادة الجماعية والتجويع وحرق المنازل والممتلكات بهدف تهجير شعب الفلسطيني خارج القطاع وفي بان للمكتب الاعلامي الحكومي اشار الى ان وزير الاتصالات لدى الاحتلال الاسرائيلي اعلن من جديد عن النية الحقيقية للاحتلال من وراء شن حرب الابادة الجماعية ضد قطاع غزة وهي تهجير الشعب الفلسطيني وطرده الى خارج فلسطين وخارج قطاع غزة واشار الى ان الوزير الاسرائيلي قال انه يتوجب على اسرائيل استخدام خطة عملية محكمة خلال اتباع السياسات الابادة الجماعية والتجويع والتعطيش وحرق المنازل والممتلكات المختلفة والضغط بكل قوة ممكنة وخلق بيئة طاردة وفرض ظروف صعبة من اجل تحقيق هدف تهجير الفلسطينيين الى الخارج كما طالب كل دول العالم العربي والاسلامي وكل دول العالم الحر الى التنديد وادانة هذه التصريحات وتلك المخططات والنوايا الخبيثة التي تكررت على السنة وزراء ومسؤولين اسرائيليين سعيا لتشويش صوت الحقيقة ورغبة في تهشيم صورة المأساة وامعانا في السلوك المتأس لدى كل الكيانات النازية عبر التاليخ لم يتوقف الاحتلال الصهيوني منذ الوهلة الاولى لعدوانه على غزة عن السهداف الصحفيين والطواقم الاعلامية في اسلوب فاشي وفاشل لتغطية جرائمه بغربال مثقوب رغم القتل المتعمد للصحفيين والارهاب الاثم الا ان الصورة لا زالت واضحة والصوت لم يتوقف والحقيقة لم تموت وما كان لها ان تموت وقد عمدت بالدم والتضحيات يريدون ليطفئ نر الحقيقة ويأبى ابطالها الا ان تتواهج ولو كان الثمن دماءهم وارواحهم تماما كما يفعل القاتل حين يحاول التخلص من ادلة الجريمة وتصفية الشهود هكذا يتعامل الاحتلال الصهيوني مع الصحفيين والطواقم والمقرات الاعلامية في غزة غير عابئ بالقوانين والمبادئ او مكترث لحرية التعبير والرأي ومن اين له ان يدرك معنى حرية الرأي او احترام القوانين ما دام ارباب القوانين الدولية هم من يقفون خلفه ما يمارسه الاحتلال الصهيوني عد تحديا واضحا ولقواعد القانون الإنساني واتفاق الدينيف وقانون مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد على ضرورة حماية الصحفيين والأفراد المرتبطين بهم الا ان الاحتلال الصهيوني واصل جرائمه متعاليا على كل القوانين والأنظمة الدولية لانه امن المحاسبة وامن العقاب اكثر من مئة صحفي استشهد منذ بدء عدوانه النازية في استهداف متعمد يهدف لوأد الصورة وتغييب حقيقة المأساة والتفاصيل الكارثة الانسانية التي صنعها في غزة على مدى ثلاثة اشهر او يزيد قتل متعمد بدم بارد وترويع واعتقالات واستهداف لأفراد عائلات الصحفيين ومنازلهم وممتلكاتهم تلك وقائع الحياة اليومية للصحفيين في قطاع غزة والى جانبها تهديدات وارهاب للصحفيين في باقي انحاء فلسطين سعيا لتشويش صوت الحقيقة ورغبة في تهشيم صورة المأساة وامعانا في السلوك المتأصل لدى كل الكيانات النازية في عدائها لكل صوت حر يفضح ممارساته ويعرم زاعمه امام العالم امام حجم الاستهداف الواضح والمتعمد للأسر الصحفية في غزة يشهد الجميع انحيازا غربيا غير مسبوق في صف السجدية الاسرائيلية ذلك الانحياز الذي حاربه الصحفيون والمراسلون في قطاع غزة منذ اليوم الاول بمحاولتهم المستمرة لكشف جرائم الابادة العرقية التي تقوم بها قوة الاحتلال ودفع ارواحهم ثمانا لذلك سنستمر في تغطية وتوقيها الرسائل في اثبات اننا على العهد باقون واننا مع قطاع غزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى لا تحمل هذه الدروع ولا تحمل هذه القبعات انها مجرد شعارات نرتديها فقط نحن الضحايا على الهواء مباشرتان هذه الدروع والقبعات التي نرتديها هي شعارات لا تحمين على الاطلاق هكذا ردد مراسل تلفزيون فلسطين وهو يخلع الدرع والخوذة التين تحملان كلمة صحافة ويلقي بهم على الارض وقد كفر بامكانية ان توفر له او لزملائه اي حماية بالشكل شبهي يومي يتحول الصحفيون الفلسطينيون وعائلاتهم الى قصص مؤلمة ودامية يضطر معها زملائهم لتغطيتها على الهواء دون افق لنهاية الاستهداف الممنهج للصحفيين في ظل السمرار الوحشية الاسرائيلية والطواطئ الغربية وبالرغم من القتل المتعمد للصحفيين والارهاب الاثم بحقهم الا ان الصورة لا زالت واضحة والصوت لم يتوقف والحقيقة لم تموت وما كان لها ان تموت وقد عمدت بالدم والتضحيات نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس مقطعا مصورا يظهر لحظة استدراج قوة عسكرية للاحتلال الى داخل احد الانفاق في حي الشيخ رضوان بغزة المشاهد اظهرت لحظة دخول قوة صيونية مكونة من ستة عناصر الى جانب كلب مدرب الى احد المخازن وقيامها بتفتيشها قبل ان يظهر عنصران او يظهران من المقاومة وهما يطلقان الرصاص داخل النفق قبل ان تنبعث اعمدة دخان في اشارة الى انفجار العبوات الناسفة التي زرعتها المقاومة في ذلك المكان اعمل اعمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس ان تصريحات النازي نسيم فاتوري عضو الكنسة الصيوني عن حزب الليكود الحاكم بقوله يجب حرق غزة ومن فيها دون شفقة عليهم هو تعبير عن الطبيعة الفاشية والسادية لهذا الكيان القائم على الجريمة والقتل وانتهاك حرمة الدماء في تصريح صحفي قالت ان مثل هذه التصريحات تؤكد ان ما يقوم به العدو المجرم بغزة هي محرقة وحرب ابادة وتطهير عرقي تعطي المؤسسات الدولية والحقوقية الى توثيق هذه التصريحات النازية المحرضة على ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وذلك لمحاكمة ومحاسبة النازيين الجدد من الصهاين العنصريين الذين لا يتوقفون عن دعوات القتل والتنكي تجري محكمة العضل الدولية في لاهاي في الاثناء أولى جلساتها للنظر في طلب لجنوب أفريقيا محاكمة اسرائيل بتهمة ارتكاب ابادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ومن المتوقع ان تتناول جلسات لسماع مطلب جنوب أفريقيا بفرض اجراءات طارئة وإلزام اسرائيل بتعليق عمليات العسكرية بغزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية وهي عملية قد تستغرق أعوام وفي الدعوة المؤلفة من 84 صفحة تشير جنوب أفريقيا إلى أن اسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع وبينت أيضا أن حملة القصف المستمرة التي دمرت مئات الآلاف من المنازل واضطر نحو مليون وتسعمائة ألف فلسطينيين إلى النزوح وأسفرت عن استشهاد 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة هذا وقال المرصد الأورو متوسط لحقوق الإنسان إنه تقدم إلى كل من الفريق القانوني للجنوب أفريقيا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بمذكرة معلومات أولية ترصد أبرز المقابر الجماعية التي أقيمت في قطاع غزة في خضم جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في بان الله أكد أنه قدم للفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية مذكرات معلوماتية أخرى حول عمليات القتل الجماعي والسهداف القطاع الصحي ونتائج جريمة الإبادة الجماعية وبيّن أنه قدم مذكرة إضافية بتوثيق حصاد جرائم الجيش الإسرائيلي بما في ذلك قتلت 2124 فلسطيني وإصابة 3463 آخرين منذ رفع دولة جنوب أفريقيا الدعوة أمام المحكمة الدولية حتى التاسع من الشهر الجاري في الأراضي المحتلة سشهد الأسير المحرر فهيم أحمد الخطيب البالغ من العمر 25 عام متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال فجر الثلاثاء وكان الخطيب وهو من سكان بلدة بيتونيا بيرامالله قد أصيب برصاص الحي في البطن أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت حي عين مصباح لاعتقال المحررين محمد حسن ووالده ماجد حسن من منزلهما ونقل الخطيب إلى مجمع فلسطين الطبيب رمالله ووصفت جراحه بالخطيرة قبل أن يعلن أو يعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين بعد حملة اعتقالات جديدة اليوم الخميس اعتقلت خلالها ستة مواطنين وسط مواجهات عنيفة فاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال داهمت الحي الشرقي وحي خروبة والألمانية وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعير النارية وقنابل الدخان فيما دمرت الجرافة البنية التحتية في الحي الشرقي للمدينة كما اقتحمت تلك القوات بلدة اليامون غربية جنين وقرى دير أبو ضعيف وبيت قاد وعرانة والجلمة وشنت حملات تمشيطا وتفتيشا واسعة فيما سولت على مبالغ مالية ومصاغ ذهب من منزل أبو حطب سياق أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الخميس ثلاثة مواطنين من بيت ضمن حملة اعتقالات واسعة ووفق للمصادر فقد اعتقل الاحتلال المواطنين من مخيم العزة ومخيم عايدة شمالا بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بها كما داهم عدد من منازل المواطنين في شارع الصف وفتشها وعبث بمحتوياتها وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نكلت بأحد أفراد عائلة إبراهيم زواهرة في السبعينيات من عمره عندما دهموا المنزل في أطراف مخيم الدهيشة حيث أخرجوه وهو مريض في البرد القارس والأمطار وعبثوا بمحتويات المنزل إلى اليمن حيث أعلنت قوات الجيش الوطني اعتراض طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مواقعها في تعز وصعدة أفاد المركز الإعلامي لمحور تعز بأن دفاعات الجيش تصدت لطائرات مسيرة تابعة للميليشيا في منطقة الضباب غربية تعز دون ذكر تفاصيل وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة قد أكد تمكن قوات الجيش من اعتراض وأسقاط طائرة مسيرة استطلاعية تابعة للميليشيا في الصفراء شمالية صعدة أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن حكما بإعدام عدد من المتهمين المنتمين لخلية تابعة للميليشيا الحوثية على خلفية تورطها بزرع عبوات ناسفة واستهداف القوات الحكومية في الضالع ولحج قضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت بإعدام المتهمين بجريمتي تفجير إرهابي بقعطبة وقتل متعمد في الضالع وزراعة وتفجير عبوات ناسفة بلحج كما أقرت المحكمة الجزائية المتخصصة ببراءة متهم آخر بما نسب إليه في قرار الاتهام وقدم المتهمون في القضية رقم 47 طلب السئنة نبقى في عدن حيث أعلنت النيابة العامة اتلاف كمية كبيرة من الأدوية متهية الصلاحية وفي صفحتي على فيسبوك قالت بأنه جرى إحراق كميات كبيرة من الأدوية المخزنة عقب انتهاء صلاحياتها ثم ضبطها في مخازن إحدى التجار بمنطقة المنصورة في عدن أوضحت أن الكمية كانت محملة بخمسة عشر سيارة دينا لعدد تسعة ملايين ومئة واثنين واربعين وخمسمائة وستة عشر باكت وعبوات زجاجية وبلاستيكية وسبعة ألاف وخمسمائة وتسعة إضافة لديانتين لأنواع مختلفة شار إلى أن عملية الاتلاف للأدوية المضبوطة المنتهية الصلاحية تمت في مقلب بمنطقة بئر النعامة في البريقة حيث تم دهسها وتكسيرها من قبل شيول ومن ثم تم إحراقها أثار إعلان المجلس الموحد للمحافظات الشرقية في اليمن جدلا في ظل تزايد أعداد المكونات السياسية والاجتماعية مع ترقب عن تسوية سياسية قادمة في البلاد مؤخرا أعلن في مدينة سيئون اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية ليكون رافعة لمشروع الإقليم الشرقي وتقسيمات مؤتمر الحوار الوطني ما هي الدوافع والأدوار التي من المحتمل أن يلعبها المجلس الجديد إذن في مشهد سياسي يلفه الغموض والتعقيد وبعد نحو أكثر من تسع سنوات من حرب انقلاب الميليشيات على الدولة وتكريس مشاريع التمزق والتشتت للجغرافية اليمنية في أجواء السياسة الغائمة هذه يصدح من الشرق اليمني صوت آخر يقول مؤسسوه إنهم يرفضون الوصاية والتبعية لما وصفوها بمراكز النفوذ التقليدية جنوبا وشمالا ويجددون مطالبهم بإقليم مستقل لمحافظات حضر موت والمهرى والشبوى وسقطر وبصلاحيات واسعة ضمن اليمن الجمهوري الاتحادي فأما أن تكون شراكتنا كاملة وحضورنا كامل وفق مقدراتنا وما نمتلكه من كل المقاومات وإلا فإن هذه المحافظات وأبنائها من حقهم أن يرسموا مستقبلهم السياسي وليسوا معليين بأي تسويات لا تشملهم وفق مكانتهم ومقدراتهم وثبلهم يرى المجلس الموحد للمحافظات الشرقية أنه يستند في تأسيسه على إرث تاريخي وحضرية وامتداد للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا والمتوافق عليها إقليميا ودوليا ما يضع ربما أساسا لحل الأزمة اليمنية والدفع بمساع السلام في البلاد تابعنا يوم أمس شهار المكون الجديد المجلس الموحد للإقليم حضر موت المهرة شبوة سقطرة جاء هذا المكون مستند على المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية التي هي أساس الحل في اليمن والتي أقيم بعدها مؤتمر الحوار الوطني وكان من نتائجه أن اليمن تكون عدة أقاليم من ضمنها هذا الإقليم ربما يكتب لهذا المكون النجاح بسبب هذه المرتكزات التي ارتكز عليها وما يمتلكه أيضا من حاضنة شعبية بين هذه المحافظات الأربع من عمق مدينة سيئون في الداخل اليمنية بدأ المجلس خطوات الإعلان الأولى بعد أيام من توقيع مذكرة لأكثر من مئتي شخصية اعتبارية من مختلف شرائح المجتمع في المحافظات الأربع لإقليم الشرق دعت إلى ضرورة التمثيل العادل لهذه المحافظات في أي تسوية سياسية قادمة بما يتناسب مع جغرافيتها ومواردها وبعدها التاريخي والحضارية دون إقصاء أو تهميش عبدالله مومن يمن شباب حضر موت نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها عشرات الشهداء والجرحة في قصف صهيوني جديد على قطاع غزة كتائب القسام تنشر مشاهد لكمين النصبات لقوة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان بغزة العضل الدولية تبدأ النظر في دعوة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي ختاماً في أمان الله ترجمة نانسي قنقر